وجدنا ان احنا عندنا عدد من العناصر والارث كان من ضمنها طيب هدور في النهاردة وهدور في بكرة بس اللي انا واخده ده هعمل في ايه؟ كل فات ده انا مش شايفه انا كدولة على خرايتي الوحدات المحلية يا مش شايفها يا بتشوفه امتى شوفه لما تنزل الشارع لكن كفايلز مش شايفة مش مرقية مش متراقمن ملهوش شخصية اعتبرية انا معرفش البيت ده بتعمين فالحقيقة كانت شجاعة من هذا النظام الحاكم وانا دايما نقول نظام يونيو يعني ولما اعني نظام اعني سلطة انفذية وسلطة تشريعية واعلام سلطة ربعة وقضاء مجتمع بالكامل انه هو ياخد قراره الجريء في انه هو يطلع قانون استثنائي الاصل في المخالفة سواء مخالفة المباني داخل الحيز او التعدي على ارض زراعية بالبناء خارج الحيز الاصل فيها الجزاء والعقاب هي جريمة فكون ان انت تصدر تشريع استثنائي للتصالح على الجريمة بدل من انت تطبق قانون الخاص بها بالعقاب فده عايز درجة الحقيقة فهم كبير جدا واستعاب لانك ما تشتغلش لوحدك انت بتبني قناعات مع وعمر التشريع ما يطلع زي كده الا لما يكون من اول رأس الدولة لغاية اصحابك المواطن المواطن متوافقين على هذا الامر عشان كان انا بحيي الحقيقة في خامة الرئيس الجمهورية عمد الفتاح السيسي لان النسخة دي بالذات من القانون ما كانت ان تخرج الى النور لو لا دعم السيادة وهقولك ليه واحنا بنتكلم في البنوة الدهائية فيعني كون ان احنا نطلع النسخة التالتة والناس تقولك ما انتو طلعته بعض الناس يعني اللي ممكن ما تبقاش مستوعبة عمق المسألة انا من دي وان وانا بقول في 2019 انا بطلع التشريع الاستثناء ده بقول ان التشريع ده لازم هتشتغل عليه بنظامة رايلاند ارار لان ما حدش مقتنع ان ده ممكن يتطبق بالاليات الفلانية ليه برضو مش مقتنع لانه هو ما جربوش قبل كده فانت بتقوله انا بتكلم من التنفيذيين اللي تحت ومنهم كثير في المستويات الادنى اصحاب مصلحة احييك على صراحتك ايوه ده دي كلها جلسات قياس القفر كشفت هنة فبالتالي لما انت بتيجي تقول لا انا هخش في الموضوع ده وهقتحمه ومهما كان فيه اعباء ومتاعب انت فاكر حضرتك في 2019 الناس قعدت تهاجبني هجوم وتعدوا بالقول لما جينا قلناهم يا اخواننا ده قانون هدية لكم وبعاين لما ابتدوا يستوعبوا ده المواطن بقى ويفهم الله ده القانون ده مفوش جزاء ده القانون ده عملية اختيارية مش جبرية لي فابتدت العملية سبحان الله تتحول تحول كبير جد ويبدأ هو اللي يسعى يقول لك والنبي ده انا عايز اتقدم طيب والنبي انا انا قدمته واخده مني ربع القيمة وعايز اكمل ومش عارف فهنا احنا وقتها قلنا المواطن ايه زي ما سوقنا لهذا التشريع احنا بنوعدك ان احنا مش هنسيبك وفعلا والناس جت لها في مرحلة من المراحل التشكك فهذه الوعود تقطع على الهوى وعمل مدخلات انا متأكد وعلى يقين لانا شايف في الغرف المغلقة نية رئيس الحكومة ايه الحالي دكتور مصطفة مدبولي نية القيادة ايه ان فعلا عايزين يذل يعني اي عقبة نتعدابر بقى الموضوع ده نخلص منه مرة واحدة ونخلص منه مرة واحدة بس عشان تخلص منه بقى وتزلل العقبات اللي ما خلتش الناس تعرف تكمل الاجراءات بتصطدم بنصوص دستورية ترجمة نانسي قنقر